اتفاقة هشة ووضع ميداني معقد وخطط أممية لا ملامح لتنفيذها هكذا يبدو المشهد في الحديدة بعد خروقات عديدة وعودة الوضع العسكري إلى المربع الأول رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبهاجيت جوها أدان خروقات وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها جوها دعا في بيان له جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في المحافظة على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم مصادر عسكرية قالت إن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شرق مديرية التحيطة كما استهدفت مواقع للجيش شمال منطقة الجبلية في المديرية ذاتها ثلاثة رؤساء عينتهم الأمم المتحدة واحدا تلو الآخر لرئاسة لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غير أنهم جميعا لم يغيروا شيئا من الواقع الميداني ولم يتمكنوا من وقف إطلاق النار وتوزيع القوات خارج المدينة مراقبون قالوا إن الحوثيين ما زالوا يمثلون العائق الرئيسي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار حيث يسخرون كل إمكانات المحافظة للأغراض الحربية ويكثفون من خروقاتهم للاتفاق وهو ما يقلص من فرص الحل في المحافظة محاولات عديدة تقوم بها الأمم المتحدة في طريق وقف إطلاق النار بالحديدة لكن تبقى التحديات ماثلة أمام هذه المهمة بالغة الصعوبة نتيجة الخروقات المتكررة بالإضافة إلى عدم تغير شكل تعاطي الأمم المتحدة بصرامة أكثر مع الأطراف المعرقلة للاتفاق اشتركوا في القناة